بسم الله الرحمن الرحيم وحدة المحليل وزي ما احنا عودناكم دايما احنا بنحاول ان احنا نعرض عليكم دايما الجزء اللي فات بسرعة كده علشان ابناءنا الطلبة اللي ما كانوش متابعيننا خلال الفترة اللي فات اول حاجة اتكلمنا فيها المحليل وعرفنا المحلول قلنا عبارة عن مخلوق متجانس يتكون من مادتين او اكثر المادة الموجودة بنسبة كبيرة بنسميها مزيب والمادة الموجودة بنسبة قليلة تسمى مزيب وبالضبط زي ما قلت لك تجيه بكباية وناخد فيها شوية سكر او معلقة ناخد بها شوية سكر وبنضعهم في كباية الماء ايه اللي بيحصل ان السكر بيدوب في الماء كمية السكر هي اللي كبيرة ولا قليلة برافق قليلة يبا دي بنقول عليها مزيب مزيب اما الماء بنقول علي ايه مزيب اتكلمنا على انواع المحليل قلنا محليل في الحالة الغازية ومحليل في الحالة السائلة ومحليل في الحالة الصلبة قلنا يعني ايه معنى محليل في الحالة الغازية وايه معنى ان محليل في الحالة السائلة وايه معنى ان فيه محليل في الحالة الصلبة لان كتلحاجة المدرجة زمان ان احنا ومجرد ما تقول الواحد محلول يقولك ده هو المحلول سائل لأ المحلول الحالة الغازية يعني المزيب غاز ممكن يكون غاز في غاز او سائل في غاز او صلب في غاز وذكرنا امثلة لها كتير بعد كده اتكلمنا على محلول الحالة السائلة اللي هي السائل فيها ايه السائل فيها او المزيب فيها سائل وبرضه منها في منها انواع زي الغاز في سائل وسائل في سائل وصلب ايه في سائل وركزنا كمان على حتة الصلب في السوائل لان هي ديت اللي بنستخدمها كتير في حياتنا العمليين بعد كده تكلمنا على محليل الحالة الصلبة وقلنا محليل الحالة الصلبة اللي هي بيكون المزيب في حالة ايه في حالة الصلبة تمام النهاردة بقى بس يعني قبل ما ننتهي من الوحدة الاولى قدرنا نذكر بعض الاسئلة اللي هي كيف يمكن فصل محليل عديمة الامتزاج او محليل محدودة الامتزاج او محليل تامة الامتزاج احنا قلنا ممكن سؤال يجي لك يقول لك اذكر انواع المحليل بس هنقول محليل في الحالة الغازية ومحليل في الحالة السائلة ومحليل في الحالة الصلبة لكن لو جي السؤال قال لك ايه اذكر انواع محليل الحالة السائلة من حيث الامتزاج هنقول محليل تمة الامتزاج محليل محدودة الامتزاج ومحليل عديمة الامتزاج وذكرنا برضو بعض الأسئلة اللي هي عبارة عن ايه اذكر أنواع المحليل الحقيقية من حيث التشبع قلنا عندنا محليل غير مشبعة ومحليل مشبعة ومحليل فوق مشبعة ذكرنا برضو بعض الأسئلة في نهاية الحالة انا بذكركم دايما بالأسئلة وياريت نكتبها مع بعض لان دي ات مهم اه قلنا كيف يتم فصل محاليل تامة الامتزاج زي البترول مثلا كده بواسطة جهاز اسمه التقطير التجزيئ لكن فصل محاليل صلب سائل عن طريق التقطير البخاري أما محاليل عديمة الامتزاج استخدمنا حاجة اسمها قمع الفصل قلنا في البيت ممكن نستغنى عن قمع الفصل بواسطة كيس الكيس بلاستيك ونضع فيه المحلول نفسه اللي هو عبارة عن زيت مع ميا مثلا لان ده عديم الامتزاج باللاحظ باللاحظ ان اكبر فبتكون الاسفل والزيت بيطفو على السطح لاني كسفته اقل ايه اللي بيحصل نحن بنسكب الكيس من تحت السوكب الصغير بتبدأ تنزل كمية الميا اول ما بتبدأ اول نقطة من الزيت بنروح قفلين ايه قفلين الكيس بعد كده اتكلمنا على قياس تركيز المحاليل بواسطة الايدرومترات وركزنا عليها في حلقتين كاملين يعني قلنا الايدرومتر عبارة عن ساكس زجاجية فيها انتفاخين الانتفاخ الاسفل فيه قرات من الرصاص عشان يجعل الايدرومتر عمودي الانتفاخ اللي في الوسط ده علشان يعاير الجهاز يعني يبقى الجهاز التدريج بتاعه الصفر عند الايه عند على سطح المحلول وجبنا المخابير هنا ونقلناه هنا في الاستيديو كأننا قاعدين في المعمل بالزبط وبدأنا فعلا ان احنا ايه نشوف الطريقة القياس ازاي ان احنا بنستخدم بنمسك الايدرومتر بالسبابة والابهام ونعمل عملية دوران خفيفة داخل ايه المخبار وناخد القراءة لما تسكن حركة ايه الايدرومتر النهاردة ان شاء الله بنتكلم على وحدة جميلة جدا اللي هي وحدة الصوت هنعرف فيها ايه هو الصوت كيف ينتقل الصوت يعني حدوث الصوت بيحدث ازاي بينتقل الصوت في ايه بعد كده هنعرف ايه هي الموجات اللي بينتقل عن طريقها الصوت ونعرف ايه هو الطول الموجي ده طبعا كله موضوع حلقة النهاردة اللي مطلوب منك ان انت هتجيب وراء وقلم وهنحاول ان احنا ايه نكتب الحاجات اللي احنا بنقولها والحاجات اللي احنا بنركز عليها بجانب ان انت هتجيب كوباية والكوباية دي فيها مياه وقطارة او معلاءة او اي حاجة علشان تشوف الموجات هنعملها ازاي بجانب ان احنا ممكن نجيب خط مع بعض كده وتجيب سوستة سوستة قلم او سوستة كبيرة اي سوستة من السوستة علشان لما نجي نعمل لها شد هنعرف الفرق بين الموجات الطولية والموجات المستعرضة لان دايما بنكرر بنقول ايه بنقول اشراك اكتر من حاسة بيسبب المعلومة المعلومة لما تعملها عملي عمرك ما تنساها نهائي تعالوا مع بعض نعرف الاول الصوت الصوت ده يعني بيحدث ازاي يعني الصوت طالع مني انا ازاي وانت سمعني دلوقتي ازاي اولا الصوت طالع مني لان الهوى استضم بالاحبال الصوتية عمل لها اهتزاز يبا نقدر نقول الصوت يحدث نتيجة الاهتزاز ايه اهتزاز الاجسام بعد كده بينتقل الصوت اصلا ممكن ينتقل في الهواء الجوي او في المواد الصلبة او في الماء وهنعرف دلوقتي ايه الفرق بين انتقال الصوت في المادة الصلبة ايهما اسرع المادة الصلبة ولا المادة السائلة ولا المادة الغازية تعالوا مع بعض نشوف اه فيديو صغير كده على الصوت وازاي بيحدث الصوت الصوت ده بيحدث نتيجة الاهتزاز الاجسام يعني احنا لو عندنا جيتار او عندنا اه لو انت عملت علبة والعلبة دي اه شدينة فيها اه شعر من شعر الخيل او الكلام ده كله وعملت لها ركاب معين كده بحيث ان احنا نطول او نقصر الخيل دهوت او الشعر دهوت وبمجرد ان احنا منهززه بيطلع ايه الصوت زي ما احنا شايفين قدامنا الجيتار وده يتشوكا رنانة الشوكا رنانة دي بمجرد ما بنعمل لها عملية اه استضام بواسطة متركة ايه اللي بيحصل الاطراف بتاعة الشوكا الرنانة بتهتز معنى انها تز ان طلع منها ايه موجات بنسميها موجات ايه موجات صوتية موجات صوتية الموجات دي بتنتقل الى الازن الازن بتبدأ تكبرها وبتنتقل الى المخ عن طريق العصب الايه السمعي ده فكرة نقل الصوت او احداث الصوت يبقى عبارة عن ايه اهتزاز اجسام ده اوطار بتهتز بيطلع عنها موجات الموجات بتنتقل الى ايه الى الازن او ان احنا بنترك شوكة رنانة بواسطة متركة اللي يحصل انها ايه بتتولد منها موجات الموجات دي بتحرك الكرة في اتجاه اليمين واليسار نشوف مع بعض بقى تعريف ايه تعريف الصوت هو عبارة عن ايه موجات تحدث نتيجة لاهتزاز الاجسام تمام وتنتقل هذه الموجات في الهواء او اي وسط مادي اخر وفي جميع الاتجاهات وتتحرك هذه الاهتزازات بسرعة مختلفة وعندما تصل الى عضو السمع لاي كائن حي ايه اللي يحصل بعد كده بنلاحظ ان بتقوم الازن بنقل هذه الاهتزازات بعد تكبرها الى المخ عن طريق العصب ايه السمعي فيعمل المخ على ترجمة هذه الاهتزازات الى اصوات او نغمات ده تعريف ايه تعريف الصوت وينتقل الصوت في الغازات والسوائل والاجسام الصلم ولا ينتقل الصوت في الفراغ وبينتقل الصوت على هيئة موجات تسمى بالموجات الصوتية يب احنا دلوقتي عرفنا الصوت قلنا هو عبارة عن موجات بتحدث نتيجة الاهتزاز الاجسام الموجات دي بتصدر في جميع الاتجاهات يعني بمجرد يعني انا مثلا وانا بتكلم دلوقتي صوتي ماشي للامام والجنب واليمين واليسار والخلف يعني بينتشر الصوت في جميع ايه في جميع الاتجاهات حتى ينتقل الى ايه الاذن اللي هو يعتبر عضو السمع في الانسان عضو السمع بيكبر الموجات الصوتية دهيت ويوصلها الى المخ عن طريق العصب ايه السمعي عن طريق العصب السمعي وبالتالي احنا بنسمع الصوت طيب الصوت ده بينتقل في ايه؟ قلنا بينتقل في الهواء وبينتقل في الماء اللي هي السوائل وبينتقل في الأجسام الصلبة طب هل في فرق بان الصوت ينتقل في الأجسام الصلبة او في السوائل او في الغازات في الهواء يعني اه طبعا ليه لو جالك سؤال قالك علل ينتقل الصوت في الاجسام الصلبة اسرع من الاجسام السائلة والغازات ليه لان احنا عارفين ان الاجسام الصلبة المسافات البينية بين جزائيات المادة وبعضها قريبة فبالتالي الموجات الصوتية بتنتقل خلال هذه الجزائيات بسرعة كبيرة جدا ده عبارة عن ايه اللي هي الموجات الصوتية طيب بتنتقل قلنا في الاجسام الصلبة اسرع من السائلة اسرع من ايه من الغازية وقلنا الفرق هي المسافات البينية بين جزائيات المادة وبعضها تمام طيب احنا بالنسبة لنا هنقول ايه هي الموجات هنعرف دلوقتي بقى الموجات والصوت ده بيقع تحت اي نوع من انواع هذه الموجات خلي بالك لان الجزائية دي ات مهمة او يبقى احنا عرفنا الصوت وقلنا الصوت بيحدث نتيجة الاهتزاز الاجسام بعدين بينتقل الى عضو السامع اللي هي الازن بتكبر الموجات الصوتية بتوصلها الى العصب السامعي ده اللي بيوصلها للمخوة بالتالي احنا بنسمع ايه الصوت بترجمه الى ايه الى اشارات عصبية طيب احنا بالنسبة لنا دلوقتي هنشوف الفيديو صغير تاني كده كارتون انتقال الصوت في الاجسام الصلبة اسرع منه في الاجسام السائلة اسرع منه في الهواء طبعا دلوقتي زي ما احنا شايفين هوت كده بنعمل المترقة بنخبط الشكر رنانة بالمترقة وده صندوق بنسميه صندوق الصوت وده كاز فيه مية وده انتقال عن طريق الهواء تاني المترقة هيت الشكر رنانة الاطراب بتاعتها بتتحرك ومجرد ما نضعها على الصندوق الصوت بنلاحظ ان الصوت بيظهر بطريقة قوية جدا طيب احنا لو جينا وضعنا الشكر رنانة دي في الماء برضو بيبقى انتقال الصوت فيها بيبقى اقل سرعة من الصوت من الاجسام الصلبة وفي الغازات بيكون برضو اقل وفي الغازات اقل ليه؟ لان المسافات البينية بين جزيئات الغاز وبعضه بتعتبر ايه؟ بتعتبر كبيرة ده بالنسبة لانتقال الصوت يبقى الصوت بينتقل في الهواء والماء والاجسام الصلبة ولكنه لا ينتقل في ايه؟ في الفراغ برافو عشان لو جيه سؤال بيقولك ينتقل الصوت في نقط ولا ينتقل في نقط ممكن نقول ينتقل الصوت في الاجسام الصلبة عن طريق الاجسام الصلبة او عن طريق السوائل او عن طريق الغازات لكنه لا ينتقل عن طريق ايه؟ عن طريق الفراغ نشوف مع بعض اللي هي تصنيف الأمواج الميكانيكية على فكرة قبل ما نخش في موضوع الموجات الميكانيكية عندنا نوعين من الموجات موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية تاني موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية الموجات الميكانيكية عندنا نوعين يعني احنا لما نيجي نصنف الموجات ديت لو احنا عايزين نعملها مع بعض الجزء اللي احنا هنركز عليه اللي هي الموجات الميكانيكية لان احنا قلنا ان الصوت بينشأ نتيجة اهتزاز اجسام معنى اهتزاز الاجسام يعني في الحالة دي في جسم بيهتز بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه موجات الموجات دي اما انها تكون طولية او موجات مستعرضة وخلي بالك لان الجزء ده مهم جدا وابنان الطلبة بيطلق بطف كتير لما اجي اقولك اذكر انواع الموجات لو قلتلك اذكر انواع الموجات بس هتقول هي موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطسية لكن لو جيت قلتلك اذكر انواع الموجات الميكانيكية عندنا موجات طولية وموجات مستعرضة هنعمل لكم رسمة تخطيط بسيط كده جدا هيخليك ما تنساش ابدا الموجات دي زي ما احنا عملناها في جزء المحاليل لما كتبنا المحاليل فوق وبعدين خدنا فرع من فروع التفريعة دية الى المحاليل الحالة الغازية وفرع لمحاليل الحالة السائلة وفرع لمحاليل الحالة الصلبة وذكرنا امثلة تحتها وانواع وكل نوع ذكرنا له ايه مثال من الامثلة طيب احنا عندنا هنا تصنيف تصنيف الموجات او بمعنى تاني نقول انواع الموجات انواع ايه الموجات ده تصنيف الموجات بروع عاملين ساهم كده وساهم ايه كده دي بنسميها موجات ميكانيكية وعندنا ديت موجات كهرومغناطيسية مغناطيسية تمام طيب الموجات الميكانيكية برضو بنقسمها لحكتين موجات طولية وموجات مستعرضة هي ديت اللي تهمنا في الصوت شوي اما الموجات الكهرومغناطيسية عندنا فيها منها حاجات كتيرة قوي زي موجات الراديو اشعة اكس اشعة الف اشعة بيت اشعة جام كل الانواع ديت بتعتبر موجات ايه موجات كهرومغناطيسية احنا هنركز دايما على الموجات الطولية والموجات ايه المستعرضة في الجزء بتاع حلقة النقارية النهاردة يعني هنتكلم على انواع الموجات الميكانيكية من حيث ان هي في عندنا موجات مستعرضة وموجات طولية وهنتكلم من حيث طول الموجة وبتتكون من ايه الموجة عشان نعرف الفرق بين الموجات الطولية والموجات ايه المستعرضة احنا عندنا تصنيف الموجات الميكانيكية نعرف الاول ايه هي الموجة ما لازم نعرف الاول الموجة هي عبارة عن ايه تمام وبعد كده في شوية تعريف هنركز عليهم اللي هي عبارة عن ايه تعريف الموجة تعريف الطول الموجي تعريف نصف كتر الطول الموجي الزبزبة كل الحاجات دي بس دي لازم نكتبها عشان دي لازم تتحفظ تمام الاول هنعرف ايه هي الموجة الموجة هي عبارة عن احداث الطراب او اهتزاز ينتشر في الوسط المحيط بهذه الموجة يعني احنا مثلا لو جيت انت واقف كده امام بحر او ترعة او حاجة زي كده وقذفت حجر او اي حاجة ايه اللي احنا بيحصل او انت في البسيم نفسه ونازل البسيم بمجرد ما بتنزل البسيم مندفع ايه اللي بيحصل بيحصل اهتزاز او الطراب في جزيئات المي ايه اللي بينتج عنها بينتج عنها انتشار للموجات يعني تلاقي فيه جزء ارتفع وجزء ايه انخفض هو ده دايما احنا بنقول عليه الموجة وديت الموجة المستعرضة يعني دايما الموجات في البحر باللاحظ ان هي ايه جاية عالية على حسب ارتفاعات الموجة طبعا بتبقى اه لها قمة يعني جزء مرتفع وجزء ايه وجزء منخفض تلاقي جزء مرتفع وجزء منخفض وبعده جزء مرتفع وجزء منخفض اعلى منطقة هو مركز مركز احداث الموجة او الاهتزاز في نفس المنطقة ده هي دي بيبقى اعلى جزء بعد كده بتبدأ تقل 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 لحد ايه لحد ما تندسر دايما الموجات الميكانيكية بمجرد انها تصطدم باي حاجة بتندسر وبتختفي يبقى الموجة تاني نشوفها وياريت نكتبها برضو مع بعض هي التراب او اهتزاز ينتشر في الوسط المحيط بهذه ايه بهذه الموجة لو احنا شفنا الرسمة اللي فاتت ديت هنشوفها كده مع بعض وياريت تعملها عملي معانا يعني هتجيب كوباية الكوباية ديت هيكون فيها مية زي جايبها لكم معايا برضو عشان اه نعرف الموجة بتحدث ازاي بمجرد بما نقط نقط داخل الكاس او الكوباية ديت زي ما احنا شايفين شايفين ايه حصل التراب في الوسط يعني حصل اهتزاز فين اهتزاز في الوسط هوات احنا شايفين معنى الاهتزاز ده يعني ايه يعني احداثة موجات الموجات ديت عبارة عن قمة وقاع قمة وقاع بدأت تنتشر لحد ما تيجي لسطح الكاس وبتبدأ ان هي ايه ان هي اه تندسر او تختفي تمام احنا جايبين لكم كاس معانا هوات برضو ويريد تعملها برضو عملي علشان ما تنساش الجزئية دي ومجرد ان احنا نبدأ نقط زي ما احنا شايفين هوات بص يعني انت هتعملها زي ما انا بعملها كده بص هوات ومجرد ما النقطة هتنزل هتحدث ايه بتعمل اضطراب في الوسط الاضطراب ده بيحدث عنه ايه بيحدث عنه اهتزاز ادي الاهتزاز اهو بيحدث عنه ايه موجات شايفين اهو الموجات ديت عبارة عن ايه عن قمم وقاعان عبارة عن ايه عن قمم وقاعان ودي الموجات دي بنقول عليها موجات ايه موجات مستعرضة ديت احنا قلنا ممكن نعملها اما في كاس زي كده او ان احنا بنجيب مثلا حاجة زي الا اي اناء موجود عندنا اه بنضع فيه كمية من المية وبعد كده بنقذ فيه اي حاجة بنلاحظ ان حدث اضطراب في الوسط معنى حدث اضطراب في الوسط يعني ايه اللي حصل حصل اني اه ان الجزء دهوت اه بدأ يتولت فيه موجات الموجات ديت بتسميها موجات ايه موجات مستعرضة لان الموجات عندنا اما موجات طولية او موجات ايه مستعرضة هنعرف دلوقتي ايه هي الفرق بين الموجات الطولية والموجات ايه المستعرضة نشوف مع بعض كده تقسيم الامواج الميكانيكية ممكن السؤال يقولك ما هي انواع الموجات الميكانيكية او قسم الامواج الميكانيكية اي حاجة من دول طيب الامواج الميكانيكية دي بتنقسم الى ايه امواج طولية ايه هي تعرفها هي الامواج التي تهتز اجزاء الوسط اثناء انتشار الموجة في نفس اتجاه انتقالها ده اللي هو ايه الامواج الطولية تاني هي الامواج التي تهتز اجزاء الوسط اثناء انتشار الموجة في نفس اتجاه انتقالها ديت الامواج ايه الطولية طيب تاني جزء اللي هو عبارة عن ايه ادي شكل للأمواج ايه الطولية الرسمة دي بتوضح الأمواج ايه الطولية عندنا الأمواج الطولية زي ما احنا شايفين عبارة عن تضاغط وتخلخل يعني احنا ملاحظين دلوقتي ان هي عبارة عن ايه تضاغطات وتخلخلات ده الأمواج ايه الطولية اما الموجات المستعرضة بتتكون من ايه من قمم وقيعان تمام ده بالنسبة للموجات الطولية يبقى الموجات الطولية هي عبارة عن موجات بتتكون من ايه من تضغطات وتخلخلات نشوف كده مع بعض تاني ده عبارة عن تضاغط وتخلخل تضاغط وتخلخل وهنشوف دلوقتي الطول الموجي هو عبارة عن ايه بس لما نشوف ان استعرض الاول الموجات ايه المستعرضة التاني جزء اللي هو الامواج المستعرضة هنعرفها الأول نقولها عبارة عن إيه؟ الأمواج التي تهتز أجزاء الوسط أثناء انتشار الموجة في اتجاه عمودي على اتجاه انتقالها لكن التانية كانت الأمواج التي تهتز أجزاء الوسط أثناء انتشار الموجة في اتجاه موازي على اتجاه انتقالها دية الأمواج إيه؟ الطولية أما دية الأمواج المستعرضة هنشوف شكل الموجات المستعرضة كده دي عبارة عن موجات مستعرضة الجزء اللي فوق دوت ايوان اللي بيدي اشارة دلوقتي هنشوفه دلوقتي مع بعض الجزء اللي هو الامواج المستعرضة عبارة عن قمة موقعينة احنا شفنا هو التاني ده عبارة عن قمة تمام الجزء اللي هو بيدي وميد دوت وده عبارة عن ايه عن قاعة تمام المسافة من القمة والقاع بنقولها عن نصف كطر أو نصف للطول الموجي ده عبارة عن موجة كاملة شايفين قمتين أو قاعين بنقول الموجة المستعرضة التي تتكون من قمتين أو قاعين دي عبارة عن قمة تاني هوت وهنشوف دلوقتي القاع دي عبارة عن قاع الموجة يبقى الموجة بتتكون من قمة وقاع قمة وقاع دي الموجات ايه المستعرضة اما الموجات الطولية بتتكون من ايه بتتكون من تضغطات وتخلخلات ده بالنسبة ايه للموجات الطولية والموجات ايه المستعرضة تعالوا مع بعض كده نرسم الموجات الطولية والموجات المستعرضة عشان برضو ما تنسهاش الموجات الطولية والموجات المستعرضة هنعمل لها رسمة جميلة جدا وقلت لك الموجات الطولية ممكن نعملها ازاي لو جبت سستة سستة قلم او سستة طويلة شوية وسبت احد اطرافها وروحت شادد الطرف التاني وروحت سايبه هتلاحظ ايه هتلاحظ ان السستة بدأ يحصل لها تضاغط وتخلخل تضاغط وتخلخل معنى تضاغط وتخلخل دي موجات ايه طولية اما لو معانا حبل طويل كده وربطينه من احد طرفيه والطرف التاني رحنا مسكين الحبل وعملينه كده ايه اللي هيحصل هنلاحظ اني بدأ يحصل فيه قمة وقاع قمة وقاع دي قد بنقول عليها موجات ايه موجات مستعرضة تعالوا مع بعض نشوفها نرسم راس ما ويريد ترسموها معايا برضو لاني قلتلك ان احنا لما نشرك اكتر من حاسة ان شاء الله المعلومة هتثبت ومش هننساها نرسم الاول الموجات ايه الموجات الطولية زي ما احنا خدناها الموجات الطولية لو احنا جبنا سستة تمام السستة دي وبدأنا نفردها هي السستة دي تبدأ عاملة كده كده وبعد كده نبدأ هيحصل ايه هيحصل انفراجة كده تمام وبعد كده يحصل ايه تضاغط تاني تمام ده عبارة عن ايه ده تضاغط دوة المنطقة دي ايه تخلخل يبقى ده تخلخل وده ايه تضاغط ده ايه تضاغط برضو تمام لو عملنا منطقة تخلخل برضو تانية يعني ايه يعني السستة فيها ايه الموجي تمام المسافة بين التخلخل ده وتمركز التخلخل ده ومركز التخلخل ده بنقول برضو عليه الطول ايه الموجي يبقى احنا لما نجي نعرف الطول الموجي نقوله هو المسافة بين مركزي تضاغطين او مركزي تخلخلين متتاليين دي الموجة ايه دي الموجة الطولية تمام تب الموجة المستعرضة لو احنا شفنا الموجة المستعرضة هي عبارة عن ايه عبارة عن لو احنا قلنا جبنا حبلة او اي حاجة وعملنا له عملية جذب جذب نطر كده ايه اللي هيحصل هاللاحظ ان هو هيعمل كده تمام ديت اصلا الجزئية ده هيت بنسميها ايه دي كده بنسميها قاع الموجة ديت بنسميها قمة الموجة نرسمها تاني مع بعض الموجة المستعرضة عشان تبقى واضحة معنا شوية الموجة الطولية والموجة المستعرضة احنا قلنا ان الموجة المستعرضة هنرسمها مع بعض كده تاني مع بعض ادي الموجة الطولية قلنا عبارة عن تضاغطات تمام وبعد كده ايه تخل خلات وبعدين تضاغطات تمام وبعدين تخل خلات طيب الموجة بقى المستعرضة هتبقى عندين عاملة كده عبارة عن قمة وقاع قمة وقاع قمة وقاع قمة وقاع دي بنقول عليه ايه قاع الموجة ديت ايه قمة الموجة تمام المسافة بين هنا الهنة بين القمة والقمة بنقول عليها الطول الموجة للموجة ايه المستعرضة دي اسمها الموجة المستعرضة هدي الموجة المستعرضة لكن دي عبارة عن الموجة ايه الموجة الطولية تمام المسافة بين القمة بين مركزي تضغطين يعني دي مركز تضغط ودي مركز تضغط المسافة ده بنقول عليها برضو ايه الطول الموجة تمام والمسافة بين مركزي تخلخلين متتاليين اللي هم دول بنقول برضو عليهم ايه الطول الموجة لكن لو قلنا المسافة المسافة بين القمة والقاع هنا المسافة ده هيت بنقول نصف الطول الموجي نصف ايه الطول الموجي يبقى بنقول الطول الموجي للموجة الطولية هي عبارة عن المسافة بين مركزي تضاغطين همت او مركزي تخلخلين متتاليين اما الموجة المستعرضة هي المسافة بين قمتين او المسافة بين قاعين متتاليين يعني من هنا الهنا ده بنسميه برضو ايه الطول الموجي اما المسافة من هنا الهنا او المسافة من هنا الهنا لكن المسافة من القمة للقاع دي بنو على نصف ايه نصف الطول الموجي ده عبارة عن ايه الموجات الطولية والموجات ايه المستعرضة تمام طب تعالوا مع بعض بقى نشوف بعض الرسومات كده للموجات ايه الطولية زي ما احنا رسمناها ويا ريت زي ما انا قلتلك ترسمها زي ما احنا رسمناها كده احنا جايبين برضو هنا عبارة عن شكر رننة الشكر رننة دي تركناها بمتراكة ايه اللي حصل ان حصل ان فيه جزء بقى فيه تضاغط للموجات وجزء تاني بقى فيه ايه بقى فيه تخلخل طيب التضاغط اللي هي المسافة بين مركزي تضاغطيني اللي هو الطول الموجي او مركزي ايه تخلخليني متتاليين ده الطول الموجي دي هت الموجة اللي ايه الموجة الطولية طيب تاني حاجة عندنا هنشوفها مع بعض احنا لو جينا اه جبنا الشكر رننة وعملناها ايه طرق بالمتراكة ايه اللي بيحصل طرفي الشكر رننة بمجرد ما بنترك عليها بالمتراكة هي بتوبة زي سبع الاثنين كده بتبدأ تعمل عملية ايه عملية اهتزاز عملية الاهتزاز ديت بمجرد ما طرفي الشكر رننة ينضموا البعض كده ايه اللي بيحصل بيحصل تخلخل في المنطقة دي بيحصل ايه تخلخل لان هم انضموا كده طب بمجرد ما بينفرجوا بيحصل تضاغط في المنطقة ديت وبعد كده يبقى ايه بيحدث ايه تخلخل تاني نتيجة رجوع ايه رجوع طرفي للشوكة الرننة البعض تاني الشوكة الرننة بيبقى لها طرفين على شكل حرف يو بمجرد ما بنتركها بيحصل اهتزاز للشوكة الرننة معنى اهتزاز الشوكة الرننة يعني ايه يعني بيحصل تضاغط هنا لطرفي الشوكة الرننة مع بعض اثناء وجود التضاغط لطرفي الشوكة الرننة بيحصل تخلخل ايه في الهوى في المنطقة دي وبرضو في المنطقة دي تمام؟ بمجرد ما فهي بتهتز بقى كزا مرة بتفضل تهتز كده كزا مرة عملية الاهتزاز بينتج عنه ايه تضاغط وتخلخل تضاغط وتخلخل وهكذا ده لو انت يعني ايه احنا بنبسط لك المعلومة علشان في النهاية ما تنسهاش خالص عملية دفع طبقة الهوى الملاصقة لطرفي الشوكة الرننة من جهة اليمين بتضغط وبيزداد الضغط عن المعتاد اي تتكون حالة ايه حالة تضاغط شوف كده مع بعض وعند عودة فرع الشوكة الرننة من به الى الف بيسحب معه هذه الطبقة فتتخلخل وينقص ضغطها عن المعتاد زي ما انا حركتلك صابعي بالظبط اي يحدث بقى حالة ايه حالة تخلخل تمام طيب نشوف ونجيب لك رسمة برضو هتوضح لك الحتة دي وعندما تضغط طبقة الهواء اللاصقة لفرع الشوكة فانها تضغط على طبقة الهواء المجورة لها وبالتالي بيحدث عملية ايه عملية التضاغط والتخلخل اللي هم المتتاليين وربعة وبذلك ينتقل التضاغط خلال طبقات الهواء وعندما يعود فرع الشوكة من به الى الف تتخلخل طبقة الهواء الملاسقة من جهة ايه من جهة اليمين زي ما انا مسلت الهالك بصوابعي بالظبط دلوقتي طيب الحركة دي ان هي بيتبعها ايه تتحرك متتبع فرع الشوكة فتسبب تخلخل في طبقة الهواء المجورة لها وبالتالي بيحدث عملية ايه بنشاهد الامواج طولية بوضوح عندما يهب نسيم على حقل من القمح نضجت حباته وجفت سيقانه فعندما يحرك النسيم سنابل القمح فيجعلها تهتز نشاهد حالات من التضاغط والتخلخل طبعا احنا عارفين طبعا كلنا طلب التعليم زراعي فلو نزلت اي حقل من حقول القمح عند الجفاف وهبت ريح او نسيم يعني يا بتبع ايه حركة هواء خفيفة ايه اللي بيحصل باللاحظ ان سيقان الامح بتبدأ ايه يعني تحس ان هي بتتميل النحية دي وبتتميل النحية دي معنى التمايل دي عاملة زي طرفي الشكر رنانة بالظبط الكلام اللي احنا قلناه كله في الخلال الجزئية اللي فاتت دي انا بمثله دلوقتي كاني صوابع بالظبط الشكر رنانة الشكر رنانة قلنا بمجرد ما بنترك عليها بالمطرقة بتحدث لها عملية ايه عملية الاهتزاز يعني عملية التضاغط وعملية التخلخل اثناء حركة الاطراف بتاعة الشكر رنانة بيحصل عملية التضاغط وتخلخل للهواء الجانبي لطرفي الشوكة الرنانة وبتنتقل هذه الموجات الى ان تصل الى العضو السمع في الانسان اللي هي الازن ولذلك احنا دايما بنقول ان الموجات او موجات الصوت هي عبارة عن موجات ايه موجات طولية موجات ايه طولية وليست موجات مستعرضة لان في سؤال هنا ممكن يجي يقولك يحدث الصوت نتيجة لاهتزاز الاجسام ويحدث عنه موجات نقط موجات ايه موجات طولية عشان ما نطلخبطش في الحتة دي طب نستكمل الحتة بتاعة الجزء بتاع حقل القمح ده قالك بتشاهد الامواج الطولية بوضوح عندما يهب نسيم على حقل من القمح يعني هي مش رياح قوية علشان ما تاخدش الامح كله في اتجاه واحد نضغت حباته وجفت سيقانه يعني بيبقى سهل التمايل شوي فعندما يحرك النسيم سنابل القمح فاجعلها تهتز تشاهد حالات من التضغط وايه والتخلخل فعندما يحرك النسيم سنابل القمح فاجعلها تهتز نشاهد حالات التضغط ايه والتخلخل بوضوح تنتقل في الحقل من احد جوانبه الى الجانب الاخر وتتقارب سيقان القمح عندما تكون في حالة تضغط وتتبعد هذه السيقان عندما تكون في حالة ايه في حالة تخلخل ده عبارة عن تشبيه هوت ادي طرفي الشوكر رننا ومجرد ما بيحصل لها انفراجة بتوصل ليه ليه به والتضغط ليه الف ايه اللي بيحصل هنا حتة التضغط والتخلخل الضاد والخه ديه التضغط وتخلخل ادي طرفي الشوكر رننا الجزء اللي في الاول ده هو كان الاصل بتاعه ومجرد ما بنترك عليها بالمطرقة ايه اللي بيحصل بتنفرج الطرفي الشوكر رننا وبيحصل لها برضو عملية ايه عملية تضغط يعني عملية انفراج وعملية ايه تضغط لما بيحصل لها عملية انفراج بتعمل تضغط في الهواء ايه في الهواء الجوي المحيط بطرفي الشوكر رننا بمجرد ان هي ترجع للوضع الف ايه اللي بيحصل بيحصل ان هي بتحدث شيء من التخلخل في الهواء اللي جنب الايه طرفي الشوكر رننا فيحدث عملية التضغط والتخلخل وبتنتشر هذه الموجات في الهواء الجوي قلنا ممكن تنتقل في الهواء الجوي او في الاجسام الصلبة او في السوائل ولكنها لا تنتقل فين في الفراغ ده بالنسبة لايه بالنسبة للامواج الطلي طيب بالنسبة الامواج المستعرضة الامواج المستعرضة قلنا هي عبارة عن ايه عبارة عن الموجات التي تتكون من ايه من قمم وقيعان اللي فوق ده عبارة عن وطر مجدود الجزء اللي تحته اللي تحته كده عملنا له عملية ايه اهتزاز فحدث عنه ايه حدث عنه ارتفاع وانخفاض الارتفاع والانخفاض دوت هو دليل على ان حدوث قمة وقاع لانتشار الموجة اتجاه انتشار النبضات ده في اتجاه انتشار الموجة هوت مش عمودي على انتشار ايه الموجة الموجات المستعرضة بقى بنعرفها بنقول هي ايه هي موجات ميكانيكية تتكون من قمم وقيعان زي ما احنا رسمناها بالظبط وتشاهد الموجات المستعرضة بوضوع عندما يلقى حجر صغير في بحيرة بها ماء ساكن زي ما انا قلتلك بالظبط ايه اللي بيحدث بعد كده نشوف كده مع بعض لو احنا عملنا عملية الضغط دي بتاعة الحجر ايه اللي بيحصل بتحدث موجات الموجات دي عبارة عن قمة وقاع طيب لو كان موجود فيه قطعة من الفلين على سطح الماء ايه اللي بيحصل باللاحظ اني اذا وجدت قطعة الفلين دي الطافية على سطح الماء شهدت اسناء انتشار الموجة نجد انها تتحرك الى اعلى والى اسفل بس لكن هي ما بتتحركش يعني الموجة بتجي من تحتها وايه وتمشي الموجة بتتحرك من تحتها وتمشي وتفضل قطعة الفلين موجودة زي ما هي في نفس المكان بمعنى ان القمم والقيعان تنتشران في اتجاه افقي ولكن نقطة الماء تتزبزب في اتجاه رأسي تزبزبا بسيطا حول مواضع سكنها الاصلي نشوف كده مع بعض تعريب بقى الطول الموجي طيب احنا لما يجي يقول لك الطول الموجي دوت هنعرفه ازاي احنا طبعا عرفنا الموجات الطولية وعرفنا الموجات المستعرضة قلنا الموجات الطولية نتذكر مع بعض بسرعة هي عبارة عن ايه برافو دي بتنشؤ نتيجة ايه طيب اما اهتزاز طرفي شكرا انا او سستم سكناها ومن احد طرفيه ثبتنا احد الطرفين والطرف الثاني شدنا وسبناه باللاحظ ان ايه بتحدث له عملية اهتزاز معنى الاهتزاز ده يعني حدث ايه تضاغط وتخلخل قلنا الطول الموجي في الموجة الطولية عبارة عن ايه المسافة بين مركزي تضاغطين او مركزي تخلخلين متتاليين ما ننساش الجزئية دي طيب الموجات المستعرضة قلنا هي عبارة عن الموجات اللي بتتكون من ايه من قمة وقاع من قمة ايه وقاع وقلنا الطول الموجي في الموجات المستعرضة هي المسافة بين قمتين او قاعين متتاليين ركز شوية لان دايما لما ييجي يقولك عرف الطول الموجي للموجة الطولية ما نقولش يا المسافة بين قمتين وقاعين غلط لان ده تعريف ايه الطول الموجي للموجات المستعرضة اما الطول الموجي للموجات الطولية هو عبارة عن المسافة بين مركزين او مركزين تخلخلين او مركزين تضاغطين متتاليين متتاليين زي ما احنا رسمناها هنشوفها دلوقتي مع بعض اللي هو هنرجع تاني للرسمة اللي احنا رسمناها ان احنا عرفنا فيها الموجات الطولية والموجات المستعرضة وذكرنا فيها القمة والقاعة ايوه رجعنا للرسمة تاني الموجة اللي فوق ديت هي عبارة عن موجات ايه موجات طولية اما الموجة اللي تحت ديت هي موجات ايه مستعرضة قلنا الموجات الطولية بتتكون من تضاغطات ادي تضاغط ودي تغضغط ودي تخلخل ودي تخلخل اما الموجات المستعرضة عبارة عن قمة وقاع قمة وقاع تمام قلنا الطول الموجي في الموجات الطولية عبارة عن مركزي تخلخلين ده تخلخل وده تخلخل يبقى المسافة بين مركزي تخلخلين او مركزي تضغطين متتاليين طيب الموجات المستعرضة هي المسافة بين قمتين او قاعين متتاليين تمام ده الطول الموجي في الموجة الطولية او الطول الموجي في الموجة المستعرضة تعالوا مع بعض نشوف التعريف على شاشتنا الجميلة بيقول ايه هو المسافة بين قمتين او قاعين متتاليين في ايه برافو الموجة المستعرضة او المسافة بين مركزي تضاغطين او مركزي تخلخلين متتاليين نركز تاني ونكتبها مع بعض يبقى الطول الموجي لو قال لك الطول الموجي بس يبقى تذكر الاثنين لو قال لك الطول الموجي في الموجة المستعرضة هتقول هو المسافة بين قمتين أو قاعين متتاليين لكن لو قال لك الطول الموجي في الموجة الطولية هناخد السطر اللي تحت بس هو المسافة بين مركزات طاغطين أو مركزات خلخلين متتاليين طيب لو جاء لك الطول الموجي بس زي ما هو أيل دلوقتي هنقول ايه هو المسافة بين قمتين او قاعين متتاليين ده في الموجة المستعرضة او المسافة بين مركزية ضغطين او مركزية خلخلين متتاليين نشوف مع بعض ادي الشكل هوت شكل جميل جدا قدامنا هوت طول الموجة المستعرضة هي المسافة بين القمة والقمة تمام او المسافة بين القاع والقاع دي الموجة المستعرضة اما الموجة الطولية شايفين طول الموجة منين لفين طول الموجة هو المسافة بين مركزي تضاغطين تمام او مركزي تخلخلين اما من دال لبه فوق والطول طول الموجة الطولية او من جيم لالف هو ده طول الموجة الطولية وهي المسافة بين مركزي تضاغطين او مركزي تخلخلين متتالية الجزء اللي فيه ده هو موجة ايه موجة مستعرضة لانها بتتكون من ايه من قمة وقاعة اما الجزء اللي تحت الرسمة اللي تحت هي موجة ايه طولية لانها بتتكون من تضاغطات وتخلخلات الرسمة تندو لو سبته في دماغنا هنعرف منهم حاجات كتير اوي اول حاجة هيقول لك عرف الموجة المستعرضة هنقول لها عبارة عن الموجة التي تتكون من قمة وقعان تمام طب الموجة الطولية هي عبارة عن الموجة التي تتكون من تضاغطات وتخلخلات ادي اول تعريف لو جيء قال لك عرف الطول الموجي في الموجة المستعرضة هنقول هي المسافة بين قمتين او قاعين متتاليين في الموجة الطولية هي المسافة بين مركزي تضاغطين او مركزي تخلخلين متتاليين طب لو جيء سؤال تاني تالت بقى قالك ايه هو نصف الطول الموجي نصف الطول الموجي هتقوله عبارة عن المسافة بين القمة والقاع في الموجة المستعرضة والمسافة بين مركز تضاغط ومركز تخالخ المتتالي ده عبارة عن ايه النصف الطول الموجي نصف الطول الموجي طبعا احنا عارفين دايما الوقت بيدهيمنا دايما احنا دايما بنسعد بلقاكم ويا رب تكونوا استفادتوا استفادة كبيرة من حلقة النهاردة الحلقة كانت النهاردة عن الصوت ونتمنى دايما لكم النجاح والتوفيق وفي الحلقات القادمة نستكمل أيضا وحدة الصوت كان معكم السعيد جودة كبير معلمي الفيزياء بوزارة التربية والتعليم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا